السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام يقول ابن سيرين القلم في المنام يدل على السلطة والحاكم والعالم وكل من ينفذ حكما ويملك سلطة وقيل القلم في الحلم يدل على الرجل وحبل القلم في المنام على نسل الرجال ومن رأى أنه يكتب بالقلم في المناهج فهو يتزوج أو يكون صاحب أمر وسلطة فيما يقول الشيخ النابلسي أخذ القلم في المنام يدل على أخذ العلم ويقول ابن سيرين أن أخذ القلم في الحلم قد يكون دلالة كفارة لقول تعالى إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وقد يدل أخذ القلم في الرؤية على الزواج من امرأة حسنة فيما إعطاء القلم في المنام يدل على أن الرأي يعت العلم والمعرفة لغيره وربما دلل إعطاء القلم في الحلم على تكليف هذا الشخص بمهمة أو تحميله مسؤولية كبيرة كما تدل رؤية إعطاء القلم في الحلم على طلب الشراكة أو طلب الزواج والمصاهرة فيما القلم الرصاص في المنام يدل على عهود غير ثابتة أو عهود غير مستقرة ومن رأى أنه يكتب بقلم الرصاص في المنام فذلك يدل على التردد واتخاذ القرارات ويقول ابن سيرين أن الكتابة بالقلم في المنام ترمز إلى علم يناله الرأي بحسب ما رأى أنه يكتب فكتبات الأرقام بالقلم في الحلم تدل على تعلم الحساب أو العمل في التجارة وكتبات القرآن بالقلم في المنام تدل على التوبة أو تعلم الدين فيما هجية القلم في المنام ترمز للطرقية في العلم والتطور في الدراسة ورؤية هدية القلم في المنام المتزوجة تدل على الحمل ويكون مولوده دو شأن بين أهله فيما من رأى القلم قد انكسر أثناء كتابه بالحلم فيخشى عليه من الموت المفاجئ فليكثر من الاستعادة من الموت المفاجئ أما القلم في المنام للرجل الأعزب فيدل على نيله الرزق من علم يكسبه ربما دلت رؤية القلم في الحلم للرجل الأعزب على عمل ومنصب عالي سيناله في المستقبل أما القلم في المنام المطلقة فدليل على كسب دعوة وتخلص من الظلم نكون قد وصلنا إلى نهاية التفسير اليوم إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام